موسيقى بعث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي برقية تهنياتين لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس ونوها رئيس الجمهورية بمسيرة التقدم والتطور والنمو والازدهار التي تعيشها المملكة تحت قيادتها الحكيمة والتي نقلتها إلى آفاق التطور والمكانة والرفعة والعلا واشد رئيس الجمهورية بمواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة والمشرفة ووقوفها الأخوي إلى جانب الشعب اليمني في القضاء على انقلاب ميليشيات الحوث المدعومة من إيران وتقديم المساندة والدعم السخي في مختلف المواقف والظروف وعرب رئيس الجمهورية عن أسماء آيات التهاني والتبركات لأخيه خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة الوطنية سائلاً الله عز وجل للملك سلمان موفور الصحة والسعادة وللحكومة والشعب الشقيق في المملكة مزيداً من التقدم والازدهار إلى ذلك بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن الأحمر برقية تهنيئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد السعودي بمناسبة احتفالات بلاده بيوم التأسيس وأشار نائب الرئيس إلى ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية وشعبها من نهضة وبناء متميزين عما خيرهما المملكة والمنطقة والإقليم والعالم في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمينة وأعرب نائب الرئيس عن تقديره البالغ لجهود المملكة النبيلة والمستمرة تجاه بلادنا وما تواجهه اليوم من محنة عصيبة جراء انقلاب ميليشيات الحوث الإرهابية الإيرانية التي عاثت في الأرض الفساد وتطاولت في اعتداءاتها وصلفها وإجرامها إلى مستوى استهداف الأشقاء وتهديد ممرات الملاحة الدولية تنفيذا لتوجيهات ملال طهران ومشروعه متوسعي الخبيث وأكد نائب الرئيس أن المواقف الأخوية الأصيلة ودعم المملكة المتواصل للشرعية وجيشنا الوطني سيظل مصدر فخر وعرفان لدى الشعب اليمني عبر الأجيال بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي برقيتين تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة وأعرب رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح عن خالص التهاني لقيادة وحكومة وشعب المملكة الشقيقي بهذه المناسبة وأشهد اليدومي بما شهدته المملكة في العقود الآخرة من إنجازات حضارية وتنموية بارزة وعززت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي معبرا عن اعتزازه بمستوى العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط اليمن بالمملكة وأواصر القربة والجوار وأثمن رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح عاليا للمواقف التاريخية للمملكة وقياداتها في الوقوف مع الشعب اليمني وقياداته الشرعية وتقديمها لكل أوجه الدعم والمساندة مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينساها وأتمنى اليدومي للملك سلمان وولي عهده موفور الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة استشهد أربعة مدنيين وأصيب آخرون في محافظتي مأرب الحديدة خلال الساعات الماضية جراء انفجار ألغام زرعتها ميليشيات الحوث الإرهابية وقال المرصد اليمني للإلغام إن ثلاثة مدنيين استشهدوا نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في منطقة العجارم بمدرية صرواحة في حين استشهد مواطن وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في مركبة نقل مدنية في مدرية حريب بيمارب إلى ذلك وثق المركز اليمني للألغام إصابة مدنيين اثنين بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم حوثي أثناء مرورهما على متن دراجة نارية في قرية بيت الحشاش بمدرية حيس جنوب محافظة الحديدة وفي أكتوبر الماضي أكدت الأمم المتحدة مقتل 1424 بسبب ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية ودخائر لم تنفجر في عدد من المحافظات اليمنية خلال أربع سنوات ترأس وزير الداخلية لواء الركن براهيم حيدان اليوم بمدينة سيئون اجتماعا موسعا لمجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمهامه واختصاصات المجلس وناقش الاجتماع إقرار تمويل مشروع أرقام المركبات الذي أقرته لجنة مشروع الأرقام وإشكالية استمرار البسط والاعتداء على أصول الصندوق والإجراءات المقترحة لوقف تلك الإجراءات والاعتداءات والحفاظ على ممتلكات الصندوق متطرقا إلى آليات عمل مجلس إدارة صندوق التقاعد الأمني وخطة نشاطه خلال الفترة القادمة وفقا لللوائح والنظم المحددة بذلك وأكد وزير الداخلية على أهمية إعداد دراسات علمية لكيفية تنمية موارد صندوق التقاعد وتجاوز الصعوبات وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مطال سيئون جثمان اللواء الركن عبدالله أحمد الصبيحي قائد محور لأبيان والذي وفاه الأجل بعد معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بالعطاء والتضحية في السلك العسكري خدمة للوطن وأجرت مراسيم الاستقبال للفقيد بالسلام الجمهوري ومر جثمان فقيد الوطن الملفوف بالعالم الوطني محمولا على أكتاف حرس الشرف في موكب جنائزي مهيبة وكان في مقدمة مستقبلي جثمان الفقيد الصبيحي وزير الداخلية وقائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء 37 مدرع وعدد من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى نعزي أنفسنا ونعزي قائلتنا السياسية والعسكرية مثلتنا في حامة الأخر رئيس ونعزي الوطن الغالي برحيل فقيد الوطن العميد درقن عبدالله الصبيحي القائد البطل الذي كان له دور كبير وإسهامات كبيرة في تحرير عدن من الميليشيات الإنقلابية وكان له إسهامات كبيرة في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وكان له دور قيادي كبير جدا فرحيل هذا الفقيد رحيل مثل خسارة كبيرة في سلك القوات المسلحة بشكل عام وخسارة كبيرة للوطن وما هو إلا أحد مشاريع الوطن لاستعادة الشرعية من الميليشيات الإنقلابية استقبل جنازة الفقيد عبدالله الصبيحي قائد 39 مشاه وقائد محور شقرة وهذا البطل الذي دافع وحرر في عدن ضد الميليشيات الإنقلابية وباسمي شخصيا ونيابة عن جميع ضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الأولى والوحدات الأمنية والعسكرية المتواجدة في بوادي وصعرها حضرموت والسلطة المحلية ننقل تعازينا إلى جميع أفراد الأسرة وإلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة وإلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا المصاب الجلل والقوات المسلحة فقدت بطل مناضل اللي أدى واجبة بشكل إن شاء الله أن نكون على دربة شايرون بإذن الله الوطن الخزر محامة كثيرة يعني شخصية عسكرية ووطنية واجتماعية لهوا إسهامات كثيرة في الدفاع عن الثورة والدفاع عن سيادة الوطن وخزرتنا فادحة لكن نسأل الله أن نتقبله يعني بواسع رحمته ومننا على دربة شايرون إن شاء الله شيع اليوم بمحافظة مارب جثمان رئيس عمليات اللواء مئة وعشر مشاه الشهيد البطل العميد عبد العزيز الشرعبي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقارعة ميليشيات الحوث الإيرانية في جبهات العزة والكرامة ونقل جثمان الشهيد البطل إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمارب في موكب جنائزي تقدمه قائد محور إب العميد الركن أحمد البحش ومدير مدائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد علي الأشول وبحضور عدد من القيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أقارب الشهيد ورفاقه ومحبيه وأشهد المشيعون بمناقب الشهيد وبطولاته وتضحياته التي جسدها طيلة حياته في مواجهة تمرد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بدءا من الحروب الستة في صعدة وصولا إلى مواجهة انقلابها على الدولة حيث كان من أوائل الضباط الملتحقين بالمعركة الوطنية انطلاقا من مارب نعزي أنفسنا ونعزي الجيش الوطني ونعزي بلادنا باستشاد أحد الأبطال وهو العميد عبد العزيز الشرعبي الذي ضحى بدمائه فداء لهذا الوطن وإن شاء الله نحن جميعا سايرين على نفس الدرب وضد هذه الميليشيات الكهنوتية السلالية العنصرية وصحيح أنه المصاب جلل لكن عزاونا أنه في سبيل الله نصال الله الرحمة لشهادانا جميعا اليوم نودع مجموعة من الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة في سبيل الدفاع عن قضيتهم العادلة وحماية للوطن ودفاعا عن الجمهورية اليوم نودع هذه الكوكبة ومنهم رئيس عملية الواء 110 الآخر العقيد الروكن عبد العزيز الشرعبي الذي ناضل هذه العصابة من أيام صعدة شارك في الحروب الست وره إصابات متعددة ليست هذه الإصابة الوحيدة وإنما هي امتداد لإصابات سابقة ونضالة سابقة في حروب صعدة السابقة وكذلك في الجوف فقد شارفك الحرب الثالثة والحرب الثانية في حروب الجوف ضد هذه العصابة حتى اندحروا من الجوف واستمر في نضالهم وقتالهم حتى وصل إلى ما وصل إليه منياه الذي كان يطلبه وهي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم يقتصر فقط في أن يضحي برحه لكن أيضا أبنائه مشاركين في هذه المعارك وأحد أبنائه جريح في هذه المعارك واجرح إلى جوان اتهمت رئيسة منظمة الأورومية لحقوق الإنسان الإثيوبية عرفات جبريل ميليشيات الحوثي بتكثيف عمليات التجنيد للاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها وقالت عرفات جبريل إن الميليشيات الحوثية كثفت تجنيدها للمهاجرين واللاجئين الإثيوبيين الأورومو في صفوفها هذه الأيام بعد الهزائم المتتابعة والخسائر الكبيرة التي لحقت بها في الجبهات وجددت جبريل رفضها لتجنيد اللاجئين الإثيوبيين من قبل ميليشيات الحوثي التي وصفتها بالجماعة الإرهابية واعتبرت ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق الأممية يشار إلى أن ميليشيات الحوثي شيعت مؤخرا عددا من المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا في جبهات القتال المختلفة وسط استمرار الميليشيات في عمليات التجنيد الإجبارية أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التأشيرية للعام الفين واثنين وعشرين والمقدمة من وزارة المالية وأكدت اللجنة العليا للموازنات العامة في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة معين عبد الملك على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وناقشت اللجنة العليا للموازنات الملاحظات المقدمة من أعضاء اللجنة على المشروع والتي ركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي وتكامل السياستين المالية والنقدية وتعزيز الإرادات وترشيد النفقات وبما يصل بالعجل في الموازنة العامة إلى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية وأشددت اللجنة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات ووقف المشاريع الجديدة وأشدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وحاسمة لمعالجة أي اختلالات قائمة في الجوانب المالية سواء في الإيرادات العامة أو الاستخدامات احتفلت جمعية معاذ العلمية في تعز اليوم بتخرج خمسمائة وثلاثة وعشرين حافظا وحافظة منهم مائة وثلاثة وعشرون مجازا ومجازا الحفل أقيم برعاية محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان وبحضور الجهات الرسمية والخاصة وكبار المشايخ والقراء وبمشاركة جماهرية وحشود غفيرة من المواطنين وشهد شارع جمال الكرنفال القرآني الكبير ابتداء بالقرآن الكريم ثم النشيد الوطني ثم انطلاق الحفظة يرافقهم الآلاف حتى وصلوا إلى منتزه التعاون حيث اكتذت القاعات وامتلأت فناء المنتزه بالضيوف والجماهير وأشهد الدكتور عبدالقوي المخلافي في كلمة السلطة المحلية بجهود ومخرجات جمعية معاذ العلمية كمؤسسة قرآنية رائدة داعيا أهل الجود والعطاء لدعم هذه الجهود الجبارة والمثمرة كما أكد الشيخ الدكتور نجيب العامري في كلمته الجمعية على أن هذا الكرنفال والتكريم هو ثمرة جهود وعطاء سنين وشهور بذلها الحافظون والحافظات والمعلمون والمعلمات والآباء والأمهات والإداريون والعاملون وسخاء المحسنين اشتركوا في القناة